السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبا بكم في قناة حليما الفلالي اليوم كما تشوفوا معايا سنقدم لكم البهلة ناجحة ومشقة وكاد جديدة بزاف وسهلة في التحضير بدون ما ندلقوها بدون ما نبيتوها ابقاوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير لنسبة المقادير سنحتاج 250 غرام الزبدة تكون النوع جيد أنا استعملت العبار لما توفرش ستعملوا لا بريري أو لليا يعني ديال البواطة مع جوش كيسان العنبة لزيت النباتية ما يعادل 400 مل بالنسبة للجنال كيميا اختيارية استعملت تقريبا هنا كاس ما يعادل 100 غرام حمرته ورمشته على هذا الشكل غير هرمشوه مع 200 غرام اللوز الذي حمرته في الفرن وهرمشته وممكن تعويضه بالكوكا أو لا تدريه كيميا أقل يبقى اختياري طبعا لدينا السكر الخشين يعني سكر ساندة يرمشته فقط 200 أو 250 غرام على حسب الضوء كيلو دقيق الأبيض وعندي قبصة ديال الملح تقريبا 1 نصف أو ملعقة صغيرة ديال القرفة و 3 ديال القاملات الكيموية ما يعادل 3 ديال الخمارات أولى 21 غرام نستغلها مناسبة باش نتجاوب العديد من الأخوات اللي يسولوني على هذا الميزان وكينوح الأخطس يعني شراته مع فرش كيف تستعملوا فهو السهل جدا 8 ديال وميات درهم باش خديته ممكن تلقاهوه أقل أو أكثر كنغلفوه بالفيلم أليمونتر وقد نوريكم ده باكفه يعني طريقة سهلة باش نستعملوه كنوضعوا الأنية اللي غنوزنوا فيها عاد كنشعلوه باش كي الموازن ديالها كي يدخل فسط الميزان كما تلاحظو غيرتاني الصفر مباشرة غنوضع ذلك شي اللي غدي نوزن عندما غنوزن به الخمارات حاجتي ب 21 غرام يعني ثلثة ديال الخمارات او لثلثة ديال المعالق تقريبا سنبقى كنزيت شوية بشوية حتى يعطني القياس اللي بغيت طريقة غدي نوزن حتى الزنجلان باش تفهموه أكثر لنا طريقة سهلة جدا كان نوضع تبصيل او للي كان وكان نوضع نشعل الميزان وعاد نوزن ذاك الشي اللي بغيت كانت منى تكون طريقة مفهومة غدي نضيف أولا الدقيق اللي غربته من قبل ونزيد معه النواشف اللي عندي القرفة غدي نضيف نصف من العقام ملوءة جيدا كي تقع على حساب الطوق غدي نزيد الخميرة الكيموية كما قلت لكم تدير الخميرات ما يعادل 21 غرام ثم اللوز ممكن تعويضه بالكوكو لدينا الزنجلان كمية اختيارية ونضيف قليل من الملح تقريبا نصف ملعقة أو راس ثم السكر نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الكيمية الأخرى للزيت ونحاول أن نجمحها فقط بلا مندلكها لأن الزبدة ندوبة ثم نضيف الحكاكة ونضيف الغريبة نضيف كاملة من نفس الطريقة من جهة الغريبة كما تلاحظون معي فهي تجمع لأنها تجمع لنا مدينة جارية نضيف لها بحركة لكي نجرب وشرها تجمع وما تشتت كما تلاحظون معي نشكلها قوائرات نضيفها بحركة كاملة نضيف حقيقة مدينة جارية نضيفها بحركة كامل نضيف كاملة نضيف مدينة جارية نضيفها في صفحة نضيف الفرن نضيف ولعنى نضغط على حجم الحجم أولا صغيرة ونضغط كل واحدة قدرت فيها تقريبين 24 قرام ونضعها في صفحة الفرن وفي هذه الأثناء نشعل الفرن بشكل جيد ونضغط ندخل إلى طاحت تكون صفحة جيدة ستمر بالنسبة لكيفية حتى ننتهي من الصفحة الأولى كما تلاحظون معي فأنا الغريبة بعدها شوية على الجواني بخلصة أنه عندي الفرن بشكل جيد بالنسبة لكيفية الفرن بشكل جيد الفرن الأغلبية ديالهم لا يجعلون الغريبة في الجواني بتشقق إذا كان نبعدها شوية كان وضعها فوق بابي كويسة أو بابي سوي في غيزة كان نضغط نصفحة بالزيت مباشرة كان وضع فوق منها الغريبة ندخلها الفرن كما قلت لكم يكون سخون زيان زيان وننقص عليه تال آخر بالنسبة للفرن ديال الغاز واللي عندها ديال الطو ديال مئة وسبعين درجة العافية تكون فوق من نحتك تشقق على هات الشكل هذا عدك نطلعوها الفوق ونوضعو صفحة أخرى كما قلت لكم العافية فوق منها تحمر لنا من التحت ولشتناها مازال خاصة شوية تدهب من الفوق حتى طيب الخرى يعني وتشقق نعاودو انها بطوات تحمر ليشي شوية يعني قد يكون عندها واحد اللون دهبي محمر ما كتتتحمرش بزاف بحال هكا على هات الشكل كان نخلي واته برد مزيان مزيان عاد كنهزوها من البواطة من صفحة اعتادر وكان وضعوها فبواطة عادي لكننا نريد واحد المدة ما نطولش بزاف يريدنا نحتفظ بها مدة أطول كان نغلف البواطة ديالي بالبابي أليمنيوم وكان نستفق منها الغريبة ونضطيها بذلك البابي أليمنيوم بعد ما كان وضع معها قطعة ديال السكر او لاقشرة ديالبرتقالة في واحد المكان جاف ما شفت اللاجة المجمد انها مكتدرش فيهم نهائيا وهذا الشكل النهائي ديالها كتجي رائع جدا كتجي ناجحة وخفيفة بزاف بزاف وكنتمنى ان الاستحسام ديالكم وتجربوها وتتبعوه النصائح اكيد تنجح معكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة تبرتجوا مع اصدقاء ديالكم وتشتعوني كما العادة بالتعليقات واللايكات وشكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء مع السلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة